رغم أنه قلت لك فيه ستة سبع لعيبة مشوا من ناديم وهم كانوا أحسن لعيبة السنة اللي فاتي كمان فيه أكتر من أربع خمس أندية مستوهم أقل من نادي الإسماعيلي بكتير تفهمني؟ مع إذا ربنا سهل وقدرت يبقى فيه ترفع الإقاف وتقدر تساجل لعيبة يبقى حاجة جميلة أو إدروا بس شكلها صعب صعب إلا إذا لو هتبيع حد آه دي نقطة تانية لو هتبيع حد وتفك القيد مفيش مشكلة أنا بقولها هم مفيش مشكلة تعمل كده أنا أعمل أنا عندك فيه اتنين النهاردة في النادي إسماعيل هم اللي يقدر يجيبوا فلوس للنادي إسماعيل عبد الرحمن مجدي ويو أنور هم اللي يقدر يجيبوا مبلغ كبير يقدر يفك القيد اللي أنا هضحي به أقدر هجيب بقى وجمهور الإسماعيلي متفاهم ده لازم يبقى فاهمين كده ولازم نبقى صرحة مع نفسين ومعاهم أصي يقولك يا أنت بتبيعي نجوم الفريق والت بتفضيلي الفريق طب أنا نهاردة أنا مش قادر أأيد العيب وأنا محتاج دعم في كل الخطوط أنا محتاج دعم في كل الخطوط من أول حارس المرمى لخط الظهر النص ملعب للفرو ده يبقى أنا مضحي بالعيب مهم سيء مثلا يعني أنت هتاخد رأيي أم قلت لك هما نجمين اللي يتبعوا دلوقتي عبد الرحمن مجدي يا وقى نوش هما اللي فريقوا ويجيبوا سعر كبير للنادي صح أنا لو هتاخد رأيي أنا أقول لك عبد الرحمن مجدي الدكتير للنادي وكان الفترة اللي فاتت هو العام الفرق مع الناس اللي مشت وهو نجم النادي فيقدر يجيب لك مبلغ كبير تقدر تفك فيه بالأزمة دي كلها أنا لو لو عبد الرحمن جاله مبلغ أقدر أفق بيه القيد مفيش مشكلة خاصة أنا عبد الرحمن مجدي كنترقيل وخلاص لعب في النادي وفادي النادي هو كمان عايز أستفيد صحيح وفي نفس الوقت أنا أفيد أقدر أجيب ثلاثة لعيبة فرقة كويسين أقدر أجيب أربع خمس لعيبة مصريين عندهم خبرات ويقدروا يعملوا لي فرق أقدر أضم اثنين ثلاثة المميزين من الدرجة التانية أقدر أقدر أحمل تيم أقدر أحمل تيم السنة دي نعدي به النهاردة أولادي النادي اللي شاهليني النادي كابتن كريم السغري لألفين وثلاثة